كابتن سيد عبد الحفيز طبعاً بنرحب معك في معنا في شاشة قناة النادي الأهلي نهاردة اجتماع لاتحاد الكرة طبعاً من مشاركة الأندية عايزين نعرف منك الكواليس الاجتماع يعني هو كان اجتماع أعتقده مهم جداً وإيجابي جداً الناس طرحت وجهة نظرها واستكمال المسابقة وقدوا خيارين ممكن يبقى فيه في نهاية أغسطس وطرح تاني أنه ممكن يستكمل في نهاية سبتمبر يعني العاق ما كانش الأهلي زي من الناس بتقوله على حاجة العاق إيجابي لو المنتخب الأولينبي بيلعب على مدالية لأنه يلعب أولاً مبارياته تعريباً 22 و25 و29 يعني حاجة زي كده يعني زي يوم يقل لي يوم حاجة كده لو ربنا كرمه في اللقاءات الأولى هيبقى مستمر لحد نهاية أو لحد الجزء أو تلت الأول من أغسطس يعني ده اللي هيبقى فيه أن أنت تستكمل المسابقة لحد نهاية سبتمبر يعني النادي الأهلي بيبص دايماً للمصلحة العامة بيبص دايماً للمصلحة الجماعية في بعض الأول طبعاً بيفكر مصلحة طالما تحت مظلة الرولز والنظام يعني دايماً في الاجتماعات دي بنشوف شد وجذب هل كان فيه خالص لا خالص الناس طرحت وجهة نظرها بمنتهى الأدب ومنتهى الاحترام يعني ودي حاجة كويسة طيب يعني إحنا طول عمرنا النادي الأهلي يعني هو القوام الأساسي لمنتخب مصر ليه بقى فيه كلام حوالي مشاركات لعيبي نادي الأهلي ومنتخب مصر وفيه تعارض يعني حالك شايف الموضوع إزاي؟ لا ما فيش تعارض ولا حاجة أبداً هو دايماً بيبقى فيه تنصيق متبادل يعني والأهلي أكتر نادي يمكن في العالم كله بيمد منتخباته الوطنية باللعيبة ودي حاجة شرف لنا يعني مش حاجة شرف للأهلي يعني لكن في نفس الوقت يمكن بس عشان شهر اللي جاي هيبقى فيه حاجات ممكن تكون لها علاقة بالأمور الأفريقية أو القرية لكن لما تيجي تسأليني عن مستوى الشخص أقولك يعني خلينا نتراكز في رقم واحد الأول أبل رقم اثنين رقم واحد عندي أنا السامة فينال الأهلي والترجي هما بقى لك بالأهلي والترجي الأهلي والترجي الأهلي واصل فينال تلات مواسم من آخر أربع نسخ في البطولة الأفريقية يواصل 2018 و2017 و2018 و2020 واخد اللقب 2020 الترجي واخد اللقب في آخر أربع مواسم مرتين فأنت يعني عشان تكتبي عنوان بس يعني الأهمية اللي قاها تاكفي بس أن تقول الأهلي والترجي الدور اللي بيلعب فيه الأهلي والترجي هو السامة فينال فالمهم هو أننا نركز في واحد الأول وبعدها نشوف رقم اثنين بإذن معنا كابتن سيد عبد الحفيز وهنلعب الترجي فيعني أكيد لازم أسألك عن طبعا ذكرياتك مع ماتش الترجي وبتقول دالي العيبة إزاي يعني الترجي طبعا في الترجي فرقة محترمة طول أمرها عندها تاريخ كويس وعندها شخصية في البطولات الأفريقية فده مش جديد يعني لكن يبقى الأهلي هو الأهلي بمهما كان يعني يعني فعايزين بس نخش اللقاء بتركيز عالي عايزين نحضر له كويساوي على المستوى الإداري والمستوى الفني والمستوى اللاعبين عايزين نعرف كويساوي أن إحنا عندنا بطولة إحنا حملين لقبها إن شاء الرحمن بإذن الله نحققها إن شاء الرحمن يعني رايحين رادس وإحنا عارفين أن الأمور مسهلة أمور صعبة إن شاء الرحمن يكون الأمور كلها كويسة في المنظومة سواء كان على المستوى الفني أو المستوى التحكيمي أو المستوى التعامل يعني إن شاء الرحمن يعني فقط ناخد اللقاء واحدة وحدة كده إن شاء الله نجهز بشكل كويس ونروح للتونس ونرجع باللقاء أو نرجع بالنتيجة تساعدنا في اللقاء العودة إن شاء الله شفنا لقطة لحضرتك على السوشيال ميديا يمكن ان انتشرت وانت بتقول للعيبة خدنا بطولة ولسه عندنا بطولة طول الوقت كنت تنسى العبد الحفيز داعم وبيتكلم مع اللعيبة يعني الفترة اللي جاية دي بقى ان شاء الله يعني كلامك للعيبة هيكون بصي هي مش كلام فردي يعني هي ثقافة ثقافة منظومة ككل سواء كان مجلس إدارة أو لجنة تخطيط أو مشرف عكورة أو جهاز فني أو لعيبة وقابليهم كل الجمهور واحنا واخدين السوبر مطلعناش من الملعب لسه مطلعناش من الملعب جمهور الدوري يا أهلي فاي دي ثقافة منظومة ثقافة إيجابية جدا 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 يعني ان شاء الله رحمن نكون نقدر نتحمل مسؤوليتها ونقديها بشكل كويس ونوصل أمانة يعني احنا استلمناها من ناس قبلين نوصلها الناس بنفس الكفاءة ان شاء الله يعني طبعا ما قدرش ما سألكش عن أفشا وآخر تطورات إصابته أفشا عملنا له إشعان بارح هو أجزع في الأنكل إن شاء الله رحمن بإذن لاب نسبة كبيرة يكون موجود معنا في اللقاء الأول للترجل إن شاء الله يعني محمد هاني هو اللي هنشوف إن شاء الله بإذن الله لكن عندي أمل إن شاء الله بقى في استجابة لعلاج بشكل كويس إن شاء الله طيب مستر بيتسو مسماني يعني يمكن كان قبل مباراة السوبر كان في بعض الناس اللي معترضة لحد ما أو شوية عن الأداء والجهاز الفني بيطلع بيقول النتائج أهم حالك شايف المشهد إزاي الأداء ولا النتائج ولا الاتنين والله يبص يعني أنا برضو دايما نقول إن في الأمور الفنية أو الأمور المهنية عمتا يعني لها مقاييس مختلفة يعني الكرة فيها تغيرات كتير جدا فيه أوقات كتير قوي أنت بتلعب وانت ناقص عدد من الأفراد في أوقات كتير بتبقى حالة الفنية مش على مستوى عالي لكن شخصية وهوية الفرقة هي الأساس أنا دايما أدور على هذا دايما أدور إن أنت حتى لو كان المستوىك مش على هو المنتظر أو الحاجة لكن هويتك موجود أعتقد الرجل نجح بكل المقاييس في كل الأمور اللي خضها وكل أمور البطولات اللي شارك فيها لكن ما احترمنا لكل يعني كل واحد من الحق أنه هيكتب وكل واحد من الحق أنه هيقول وجهة نظره طيب أخيرا بقى يعني كابتن سيد عبد الحفيز يعني بعض الناس بعض الناس بتلوم عليه إنه هو دائم الحديث عن يعني شوية تحكيم أو ضغط المباراة ترد عليهم تقولهم يعني أنا لسه بقول كلام مش عايزة أقول عكسه بعد خمس زايا يعني في وضع أو في وقت بتتكلم لمصلحة فرقيتك وهمية الفترة اللي انت بتشتغل فيها وبتحاول لانت تنقل وجهة نظر يعني لكن في النهاية احنا بنحترم الناس وبنقدر الناس كلها يعني بلا استثناء دي كانت تصريحات كابتن سيد عبد الحفيز وإجمالا كده اركن كل حاجة على جنب ويقفل كل الملفات ما اعتقدش إنه النادي الأهلي ولا مسؤولين فيه سواء على مستوى المجلس الإدارة أو لجنة التخطيط أو حتى الجهاز الفني واللعيبة بشغلهم حاجة أو بيفكروا في حاجة أو بيستعدوا لحاجة غير مطش الترجي مطش مهم جدا المواجهة الأولى في رادس تحسم لحد كبير جدا شكل المواجهة ككل وما اعتقدش إنه الأهلي عنده أهم منها يحقق إن شاء الله أنتيجة إجابية نتمنىها فوز أعتقد إنه يعني الترجي ومالعب الترجي في رادس أعتقد كان وش حلو على نادي الأهلي في أوقات كتيرة جدا وقدرتنا على حسم التأهل إن شاء الله من تونس أعتقد الأهلي واللعيبة عندها القدرة إنها هتعمل ده نتمنى إن شاء الله بإذن الله للأهلي كل التوفيق